وجدوا لينكلون يوم من الأيام أحد الضباط الشباب يتجادل مع الضباط الذي سبقوه بالعمر وبالمجال العسكري فعنف الشاب وقال لا تتجادل مع الذي على مستواك أو أقل منك أو حتى أعلى منك مستوى فإن القدال أو النظرة العلوية التي توازي نفسك بغيرك فيها وأنك ضابط وأنك وصلت لمرحلة قلت أجنب هذا حتى وإن كان لك حق أيضا تجاوزي أن يملك حق في هذه المكانة أو في هذا وضرب له مثال قال لا تسابقت أنت وكلب وسبقك الكلب أو سبقت الكلب ما تفرق لأن الكلب لو عظك في هذا السباق فلن تشفى من العظة بسهولة أو بيسر حتى وإن قتلت الكلب حتى وإن أبدت الكلب أو قتلت عظت الكلب يجلس لها أثار على وقت طويل فمن هذه الرسالة نستفيد عدد من المواقف لا تقول أنا في هذا المكان أحسن من الآخر أو أنا أحق في هذا المجال من الشخص الآخر انظر لما هو أمامك وشوق طريقك ولا تنظر للشوائب المعترضة يمينا ويسارا فإن النجاح يبدأ بالثقة الذاتية ومن الذات قبل الذي يدور في الدائرة حول الشخص ترجمة نانسي قنقر